لكن كما تعودتوا دائماً وأبداً مع ضربة البداية مقالي ومقاله سكوت هنهرج بجد ده تهريج اللي بيحصل من ترتيب في أوضاع الكرة المصرية والمسابقة المصرية واتباطات الأندية المصرية أقل ما يوصف فيه بجد إنه تهريج وحقول لكم على آخر تهريجية كده بسيطة صغيرة باش وانز شفتوا الاتحادات الجادة والنظم الجادة بتبدأ من تحت بتبدأ بالنشئين بتبدأ بقواعد سليمة جداً منتخبات بطولات النشئين اللي حصل في مباراة نهائي تسعة وتسعين موليد تسعة وتسعين الأهل والزمالك وتم تأجيل المباراة مع ما شبه في من أحداث كثيرة استدعت جملة عقوبات أعتقد تبعتها حضراتها لكن ليه بقول لكم إحنا هنهرج لما جيلك جوابين في يوم واحد بينهم ساعتين ده تهريج ولا إيه بالزبط ساعتين خلف خلاف وعكس عكاس ده اللجنة السلسية اللي من الاتحاد الدولي لكرة القدم اللي بتدير الكرة المصرية في المرحلة المفصلية الصعبة يتم الترتيب في بطولة زي بطولة الناشئين بهذا الشكل من الاستخفاف وأستعرض بشمهندس سريعا الخطابات اللي وردت للنادي الأهلي بهذا الشكل عشان تشوفوا قمة التهريج وصلت لفين النادي الأهلي جاء له جواب وأرسل الزمالك أيضا بتاريخ 16-5 مرسل من المدير التنفيذي للاتحاد الكرة للمدير التنفيذي للنادي الأهلي وقال للنادي الزمالك أيضا بيقول لهم يرجى التكرم بالعلم بأنه تقرر إقامة مباراة بين نادي الأهلي والزمالك موليد 99 باستاذ السكة الحديد يوم ياشتدي قالك يوم الأربع 26-5 2021 ولمزيد من الدقة الساعة أربعة العصر وفي حالة تعادل حاب يكمل بقى وفي حالة التعادل في المباراة يتم الاحتكام إلى ركلات الجزاء الترجحية مباشرة يعني ما عندوش ضربات لا هو تعلم بقى فبيحط لك التفاصيل بالضبط تكليف فرع القاهرة لكرة القدم اللي هي منطقة القاهرة باتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية أمن وإسعاف وصيبة ملاعب وحماية مدنية وإلى آخره والجواب مرسل في 16-5 بتوقيع الأساس سيد بخيط رئيس قطاع المسابعات حل النادي الأهل استدعى اللعيبة الناس ثابت امتحاناتها بدأت الاستعداد وبدأ التدريبات من جديد انتظارا لـ 26-5 الأربع أربع العصر تمام معانا بقى في الدقة في التنظيم أمت منطقة القاهرة بعتلك يوم 19-5 ما خلص اتحاد الكرة قالك منطقة القاهرة اللي هتنظم راح تبعت منطقة القاهرة للنادي والمفروض بعتت لنادي الزمالك أيضا يسعدني أن أهدي سيادتكم أرق تحيات رئيس وأعضاء مجلس إدارة فرع القاهرة وبالإشارة إلى الموضوع عليه وبناء على تعليمات الاتحاد المصر الكرة القدم المبلغة إلينا بموجب الخطاب رقم كذا والتي أسندت مسؤولية التنظيم إلى فرع القاهرة لكرة القدم نرجو موفاتنا بأسماء عدد 25 فرد المسلوح لهم بدخول المباراة من كل نادي وذلك في موعد أقصى يوم لـ 24-5 هو هتتأخر عن يوم لـ 24-5 ابعتلي كشف عشان ما حدش هيخش إلا اللي أنت هتبعتهم ليه اللي هو النهاردة اللي هو النهاردة الخاص بحضور عدد 25 فرد لمباراة الأهل والزمالك مرفق لسيادتكم كشف بالأسماء اللي سيادتكم طلبتوها وقادي الكشف بالأسماء اللي النادي الأهلي وافق عليها سواء الكابتن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط أو الكابتن زكريا ناصف أو الكابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشين أو كافة الأسماء اللي النادي الأهلي موافق على حضورها وفقا للعدد اللي الاتحاد شدد عليه مش هتبعت لي أكتر من 25 والدنيا ماشية في المزبوط طيب النهاردة كام 24-5 اتبعت الجواب اتحاد الكرة لمزيد من الدقة رح باعت الاتحاد بقى مش المنطقة إمعا إلى تقرير حكم مباراة أمبي والأهلي والتي أقيمت يوم الأحد الموافق 21-4 في بطولة الجمهورية موليد 99 وبناء على التحقيق الذي تم بمعرفة الشؤون القانونية بالانتحاد المصري الكرة القدم تقرر للآتي هو بيفكرك المطش بتاع يوم الأربعة الساعة أربعة الناس دي مش هتلعب ده بناء على بتحقيقات اللي تمت مين يا سيدي إقاف الكابتن عمرى أنور المدير الفني لفريق الأهلي حتى نهاية بطولات الجمهورية لجميع المراحل السنية خد بالوا منها وغرامة مالية قدرها 5000 جنيه إقاف الكابتن يهاب خميس مدرب حراس مرمى فريق 99 حتى نهاية بطولات الجمهورية لجميع الفئات العمرية مدير طبعت في المباراة الأخرانية ابن إلال والزمالك بالضبط إقاف الكابتن سيد غريب المدير الفني لفريق 2001 حتى نهاية بطولات الجمهورية اللاعب المقوف لمباراة أو أكثر دي النقطة المهمة في أي مسابقة من مسابقات المراحل السنية لبطولات الجمهورية للشباب والنشئين سواء المقيد بها أو المصعد إليها يطبق عليها الإقاف في نفس المسابقة الموقوف فيها ولا يحق له اللاعب في أي مسابقة من مسابقات المراحل السنية بطولات الجمهورية إلا بعد انتهاء إقافه فإذا انتهت المسابقة السنية الموقوف فيها اللاعب فإنه يستكمل إقافه في المسابقة المصعد إليها يعني اللي هي مربط الفرص بقى بالضبط كلام ده النهاردة هو قال لك جالنا كشف بالأسماء اللي انتوا بعدتوها شكرا جزيلا ده الاتحاد آه بس بنلفت نظركوا إن المباراة بتاعة يوم الأربعة ساعة أربعة حيتلعب بدون فلان وفلان 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 دول ما يدخلوش لأنهم موقفين فات كتير ساعتين إلا عشر دقائية ورجعت ريمة لعادتها القديمة وطلعنا بنهرج بجد بعد كل اللي انتوا شفتوه في نفس بقول لكم فرق ساعتين إلا عشر دقائية يروح جايلك جواب يقول لك إيه الحقل لخطابنا بالتاريخ 16-5 اللي كنا بعتناه لكم بشأن قرار إدارة المسابقات بإقامة مباراة كذا وكذا بملعب السكة الحديد قرر الاتحاد الاتحاد اللي بينظم مش اللي بيهرج قرر الاتحاد عدم إقامة المباراة المذكورة في الموعد المحدد بس وتفضلوا بقبول وفر التحية والاحترام المدير التنفيذي وليد العطار انتم متخيلين ده تعامل مع مسابقة ناشئين نهائي أهل وزمالك لقالك هتتلعب إمتى؟ لقالك لقالك لن تقوم يعني الجواب الأخير هتحللهو لك حالا حالا تمام وأنا متوقعه أنا متوقعه لي يا أستاذ إبراهيم عشان كده أقولك التقدم إلى الخلف أنت عينت يا اتحاد يا دولي لجنة خمسية لتسيير الأعمال كويس برئيسة عمر الجنيه برئيسة عمر الجنيه وكلفته بمهام محددة وكما فهمنا أن هذه اللجنة جاءت تملى فراغ لحد موعد الانتخابات وتسلم الاتحاد للانتخابات أو المجلس المنتخب فجأة فجأة اتشالت اللجنة الخمسية وتعينت لجنة سلسية اللجنة السلسية المفروض بنفس التكليف ما حدش قال لنا أنه حصل تغيير لهذا التكليف إذن هي لجنة تسيير أعمال وليس إدارة وتغيير استراتيجيات أو سياسات يعني أنت لجنة من الاتحاد الدولي أنت مش جاي تدير كرة القدم المصريين أنت جاي تسير الأعمال لحد ما تجيب مجلس منتخب قضر بمصالح اللي انتخابوه عشان يدير هذه السياسة أو هكذا المفروض لأن الحقيقة ده لا يطبق بقله بمدة طويلة طيب إحنا عندنا دلوقتي الأستاذ هنبريدة راجل صاحب مناصب دولية وإقليمية ودايما يشار إليه أنه خلف هذه القرارات أو على الأقل يدري بيها ويوافق عليه ويستشار فيها من ساعة ما جاءت اللجنة السلسية وإنت بتشوف الأستاذ أحمد مجاهد بيطلع يفسر الإجراءات لحد ورقة التوت ما وقعت بالجوابين بتوع النهاردة لأن إنت ما تيجي تقول اتبعت لي جوابه بعد ساعتين اتبعت جواب عكسه أو اتبعت جواب غيره ما هو مجرس هايقول لك مين الاتحاد المصري اللجنة طب اجتمعت إمتى بين الجوابين وخدت قرار في معطيات جديدة حصلت بين في الساعتين إلا إذا كانت وجهة نظر فردية وهنا أنا يعني قلبي مع الشابين العضوين اللي هما في اللجنة السلسية واحد منهم يحق ليه بمسؤوليتي وعلاقتي بولده رحمة الله عليه العظيم حسام عوض أحمد ابنه يا أحمد راجح سباتك يا ابني أنت مش هتلعب دور في هذا الاتحاد ولن يؤخذ برأيك في هذا الاتحاد وإذا كنت بتلعب دور اسمع واحد يكن الولدك اللي كان يراه واحد من أهم الكواد الرياضية كان رئيس لجنة الشباب في مجلس الشعب وله أياض بيضاء في كثير من مصادر من لوائح وقرارات تخص الرياضة المصرية أنا بقول لا يمكن أن تضار الكرة مصرية بوجهات النظر أنا مش هتاهم حد أغراضه إيه ولكن لأنك أنت خدت قرار وعالجته بخطأ فأنت مستمر في علاجة الخطأ بقرار خطأ أنت جيت وقفت عمر أنور وطبقت القرار وصارب فيه وبعدين جيت وقفت خماسي زائد هو سوداسي الزمالك إمام عشور والخماسي وقفت عمله جاء الكابتن فاروق عشان ابنه عرف أنه قادي يعني لو تفاكي إقافه ويشارك فاباتصال شخصي وفردي غالبا وطلع الكابتن فاروق قال كده قال كده أنا بقول لك مش بكتاهد أيوه فأتبع الجواب لا يمكن أن يلعبه اللي ده حاجك بقى أن لما تقلبت مصر قال لهم إزاي ده اللايحة بتقول ما يلعبوش إلا إذا مسابقتهم انتهت فيكمل فوق واخد بالك يكافأ فيكمل فوق بصرف الناظر بقى لأنه يعني ما أنت ممكن مسابقة دي السنة جاتت لغي مش هتوقف للأبد يعني ولو إنها غامضة عايزة تفسير برضو ويكمل اللي خاف فوق ولا يلعب فوق واخد بالك عايزة تفسير فلع وقص وانتهت المباراة إلى فوز الزمالك على طلاق الجيش فلما أصير الأمر ده حنا بقى في مأزق بس الزمالك هنا ملوش دعوة بالمأزق ده مغلطش في حاجة هو جال وجواب بيقوله لعب الناس دي يلعبهم غلط ضد اللايحة دي شغلانة الاتحاد أصبح الاتحاد في مأزق طب هو واخد قرار قبل كده إن المسابقة ما انتهتش لإن لسه هيتلعب وجالك جواب النهارده من المنطقة عززة بخطاب تنظيمي تنظيمي قالك الماتش ده وقعت لعب فيه عمره أنور فلما اتبعت الجواب ده وجد أنه هو مدفوع أنه يبعت جواب زيه بالموقفين من نادي الزمالك نادي الزمالك مش هيسكت واخد بالك قالك الماتش ده إنساء بلح خلينا نخرج من الأزمة اللي حطينا نفسينا فيها من الأول نتيجة إن القرار يحتمل وجهات النظر ما هو التنظيم لا يحتمل وجهات النظر لما قولك ما تمشيش إلا الإشاءالة خاضرة والصفرة تبتدي تستعد لكن ما تتحركش عشان هتوقف أو تصفر ما تتحركش عشان هتمشي يبقى أنت كده هدي عشان هتوقف وما تتحركش عشان هتمشي هي دي القواعد ما فيش وجهة نظر مش لما تصفر أروح متحرك تيجي حامرة أعمل حادثة أقولك أصلاها أصفر ده الإصفة أنا إيه لك من الأول مش وجهة نظرك تفاصل إشارة الصفرة إشارة الصفرة يعني هدي بقى أنا حدي لك الحامرة عشان ما تضربش فرامل مرة واحدة تعمل حادثة هذا هو الترتيب لما تديني إنت أسس وليحة وتيجي تكسرها أنت كسرت الإشارة الحامرة وعملت حادثة طيب هتحاسب الاتنين اللي عملوا حادثة بسبب تفسيرك إزاي؟ إلغي عام لحد ما نشوف لها حل ويمكن ربنا يتولانا ونفضل أن ما أرجح فيها لحد ما يجي مجلس جديد يشربها